فنانين بدرجة دا كترة معظمهم دا كترة أسنان الطب مهنة عظيمة لكن فيه فنانين يتخلى عن البال طولة بيض عشان يدخلوا التمثيل وده حبا في الفن وفيه فنانين بيمارسوا المهنتين مع بعض منهم صهر الصايغ اللي لسه بتشتغل دكتورة أسنان لحد دلوقتي ونصحت الجمهور الأيام اللي فاتت عشان يحافظوا على أسنانهم وكمان كريم فهمي اللي اتخرج من طب الأسنان لكن لسه بيمارس مهنته برغم من احترافه التمثيل وطبعا الايكونة يحيى الفخرون اللي اتخرج من طب عشان سنة 1971 وكان هيتخصص في الأمراض النفسية والعصبية وده طبعا قبل اتجاهه للتمثيل وده غير الفنان عزة تابعه اللي اتخرج من كلية الطب وتخصص فيه أمراض النساء لكنه تخلى عن البلط الأبيض من أجل التفرغ للموسيقى والعصف كمان الفنان محمد كريم خريج كلية الطب جمعتين شمس وبرغم من نشأته فعيلة طبية بامتياز لكنه باع الطب عشان خاطر عيون الفن والفنان سمير المولة دخل مجال الفن رغم تخرجه من كلية الطب برضو وفي كتير من المخرجين رشحوه لدور الدكتور وده طبعا عشان مهنته الأساسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة